موسيقى وَلَا لِلَّهَا مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ صَلَامًا سُبْحَانَ رَيُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ فَالْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَكْبَرُ وَلَا اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَكْبَرُ أَشْهَدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله أَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله أشهد أن العليا ولي الله أشهد أن العليا وأولاد العصومين بالحق حجد الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلح حي على الفلح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل لهم على محمد وعلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعلى آله الطيبين الطهرين الخيرين الفاضلين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يترقى في أخلاقه وفي سموه اجتماعياته هناك من يتوقف أنه إذا وصل إلى قضية القول الحسن وينظر إلى أنه قد وصل إلى مرحلة هذه نهاية المطاف بينما الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يعرج بروحه إلى أسمى من ذلك لذلك في وصاياه وفي وصايا أنبيائه وأوصياء أنبيائه أنه يقول قل للناس يقول التي هي أحسن في كل شيء في التعامل في السلوك في الأخلاق في البيع في الشراء في كثير من الأمور الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يكون أفضل وأحسن وأسمى في حياته يواجه الإنسان في حياته الدنيا الكثير من المفردات الصعبة التي تتطلب منه موقفا معينة وقد يكون له الحق في الكثير من الخصومات فيها أو في المعاملات فيها فما هو الأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يتخذه في هذه الأمور طبعا الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن لا يعيش مثلا الذلة في قضية الخصومات مثلا أن يعيش العزة والله سبحانه وتعالى في واحدة من الآيات يقول إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين في رواية والله العالم أنه الرواية يقول أنه الله سبحانه وتعالى وكل كل شيء لابن آدم إلا أن يذل نفسه قضية ذل وحد فما الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن وكيف يجعل من تعامله مع الناس مركبا من مراكب الكمال الإنسان يسعى إلى الكمال هذا الكمال يعني كثير من الناس غافلين من عنده يعيشون عادة عيشه بخط واحد وليس فيه العفو خط كأنما هكذا وإن كان فيه استقامة لكنه خط واحد ليس فيه صعود ليس فيه سمو ليس فيه تكامل الله سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان أن يعيش التكامل أنه يحكى واحد من العلماء وكان منظره دميما يعني كان ليس عنده شيء مسح من الجمال فدخل على واحد من الملوك يقول لما دخل على الملك أنه هذا جايبينه أنه عند فد علم فلما رأى شكله وإذا به هذا يستصغره أراد أن يضع منه لكن شوف أنه للمنطق الذي تكلم به هذا العلم قال أين كنت لما قسم الله الجمال وين كنت لما قسم الله الجمال قال أصلح الله الملك كنت ساعياً للكمال بينما كانت الناس تطلب الجمال أنا كنت أطلب الكمال أنا أريد أن أعيش كاملاً الله سبحانه وتعالى خلقني إلماً للتكامل وخطاب القرآن وصف هذه الأمور بصيغ كثيرة الصيغة الأولى بما أن تصرف الإنسان الصحيح من المؤمن مع عموم الناس هو الإحسان هل جزاء الإحسان والأفضل من عنده أنه لا ليس قضية أنه الإنسان يحسن إلي وأنا أحسن إلي حتى الذي يسي إلي أنه أنا أقدم الإحسان هنا نرى في كثير من الآيات قال تعالى وقولوا للناس حسن الذي ورد في تفسيرها عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقالوا فيكم أنا شحب من الناس يقولون فيه شحب الناس يتصرفون إياي شحب الناس يذكروني وين في غيبتي المفروض أنا أذكر الناس بذلك الذكر وحقيقة قضية الأفعال قضية الأقوال في الدنيا يمكن الناس غافلين عنها إلها بعد غيبي شلون هذا البعد الغيبي الله سبحانه وتعالى يرتب على الكلام كلام ويرتب على الفعل فعل يعني لكل قوة فعل قوة رده فعل الله سبحانه وتعالى يصلط عليك من يذكرك لا سامح الله يصلط عليك من يحينك لا سامح الله بيش بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير لكن شوف إذا أنت مثلا كنت في مكان وانذكر فلان وأنت رديت عن فلان الله سبحانه وتعالى يحسب لك حساب في هذه القضية ويرد عنك ألسنة ويرد عنك كثير من الأمور فالصيغة الأولى بما أنه التصرف الصحيح من المؤمن مع عموم الناس والإحسان قال الله سبحانه وتعالى شنو مو بس الإحسان قولوا للناس حسن الذي ورد في رواية الإمام الباقر عليه السلام أنه قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقالوا فيك أحسن مو بس هذا والله أنا رأيت واحد من العلماء كان كلما ينذكر شخص يقول ما لنا ولا ذلك ما لنا ولا ذلك لماذا نجيبه واحد في يوم يعني ينذكر شخصية وإذا أشوف لا الألسن توقع به والقضية الأخرى الصيغة الثانية بيان على من يدعي أنه عبد لله تعالى أو من يريد أن يكون عبدا لله تعالى أن يتعامل وفق وعليكم السلام وفق الإحسان ولا الأحسن الذي يريد أن يكون عبد من عباد الله يعني يسعى إلى مرضات الله تعالى شنو أنه الإنسان يتحرى الله سبحانه وتعالى مرضاته في أي درجة في أي مرتبة في أي كمال يسعى إلى ذلك وأن لا يتوقف أنه عند المرتبة الدنيا من ذلك أتستبدلون الذي هو بالذي هو خير يعني يتعامل وفق الأحسن وليس مجرد الحسن قال الله تعالى في هذه الآية وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن أَحْسَن شوف أنه القضية بها حسن إذا قلت هذه لكن الأحسن من ذلك شنو؟ الأحسن من ذلك المفروض الإنسان يزيده ولهذه القواعد تطبيقات الأول أنه عندنا نحن كثير من مجالسنا أنه فيها قضية الجدال واحد يجادل الآخر واحد يناقش الآخر في هموم معيشية في هموم سياسية في هموم اقتصادية نحن كثير من عندنا يتبنى الرأي وكأنه هو شنو؟ هو في موقع مسؤولية فإذا أغضبته فإذا خالفته شوف شنو؟ انقلب عليه شوف أنه تولدت فد مشاحنة تولد فد تعامل سيء طبعاً هذا موجود في كثير من المجالس وفي كثير من الجدالات حتى أنه يشوف بعض الأحيان برنامج يأتون بخبير وخبير ويشوف أثناء الجدال كل واحد عنده وجهة نظر لكن يخرجون شنو؟ بصورة أنه واحد عنده موقف من الثاني بينما هم شنو؟ جايبين هم شنو؟ جايبين هم حتى الإنسان يستفيد من أهل الخبرة يقدمون رأي للمجتمع من خلال شنو؟ من خلال الخبرة الجدال فعندما يحصل جدال أو نقاش في قضية معينة سواء كانت علمية أو غيرها فيما يتعلق بإثبات الحق وما شابه فليس المطلوب من المؤمن التعصب لا تتعصب يعني مو معناتها ما تتعصب شنو؟ ما تتعصب يعني ما تتبنى الفكرة بعض الأحيان التعصب للفكرة يعني التملك بالفكرة يعني الوقوف عند الفكرة هذا جيد لكن أن تتعصب يعني أن تحتد في نقاشك الله سبحانه وتعالى في قرآن شي يقول وجادلهم بالتي عليكم والسلام جادلهم بالتي هي أحسن مو جدالك المفروض شي يكون يكون بهذه الصيغة من المؤمن التعصب والتيبس بل المطلوب هو تفعيل قاعدة كن محسنا يعني شنو؟ يعني كن مرنا كن شوية إنه عندك شنو هذه المرونة وسعة الصدر في ردك والآية القرآنية شو تقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حتى في جدالنا مع الإنسان اللي عنده دين آخر في جدالنا شنو؟ جدالنا يكون المفروض أنه بالكلمة الطيبة بالنقاش الطيب بالأسلوب الطيب حتى شنو؟ حتى تستوعب ذلك القلب حتى تستوعب ذلك الفكر لكن إحنا بمجرد إحنا بعض الناس في نقاشهم بمجرد تناقشة واختلفتوا ياه وكأنما قد قامت الدنيا ولا أبتقد يعني من أنت يا أخي؟ ومن أنا؟ وشوف المعصوم الرسول عليها أفضل صلاة والسلام يردون عليه لكن شلون تعاملوا يا الناس؟ الإمام يردون عليه لكن شلون كان تعامل من الناس؟ شلون كان نقاشوا يا الناس؟ شلون كان جدالوا يا الناس؟ بالتالي أنه الفكرة ما تستحق أنه هكذا تكون يابساً تكون متعصباً بهذه الكيفية بحيث أنه الإنسان إذا شاف جدالك وشاف كلامك حتى وإن كان مقتنعاً بأصل الفكرة التي تتكلم بها راح يصد عنه راح يرب منعدها فالقاعدة الأولى شنو؟ أنه الإنسان إيجادل بالتي هي أحسن والنتيجة المرجوة من هذا التعامل ولا تستوي الحسنة الحسنة والسيئة ما تستوي اثنينات شنو؟ ادفع بالتي هي أحسن النتيجة نتيجة الجدال الحسن نتيجة النقاش الطيب نتيجة أنه المعاملة الطيبة ما يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة العفو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنت بما عندك وأنا بما عندي وراه مختلف لكن شنو؟ اختلاف القضية لا يفسد في الود اختلاف العمل في الود القضية أنه المفروض أنه الود ينحفظ نخرج هكذا وأكو سلامة في قلوبنا يعني مو أروح وأنا أنه حامل عليك غير حامل عليك شنو؟ والله بسبب نقاش في قضية سياسية في قضية اجتماعية في قضية تربوية في قضية كذا تشوف بعض الأحيان احنا نرتب أمور كثيرة ما عندنا هالسعة هذه بالصدر وإلا نحن نمر بالتاريخ تشوف مالك الأشتر رجل خوب وزير دفاع خمسين دولة في زمن علي بن أبي طالب الدولة مترامية وزير دفاع لكن شنو؟ يقول في يوم الأيام شافة واحد لابس ملابس يعني لون واحد فاستهزئ بي ما يعرفه يوم مولك وشي اسمه جسكارات وورا حماية وقدامه حماية وكذا وإذا شي اسمه تنقطع الشارع وهذه مالك الأشتر ما عنده هذه القضية ومهر بالشارع رجل متواضع وهذا هناك هم قبل كانت ترى معبلك إنه هم خيل قدامه وخيل وراه وجلاوز يفتحول للطريق ذون مو هم أكو كانت بس صورة ثانية لكن مالك الأشتر ما عنده هذه القضية مع العلم يقول فضربه بحجارة لما ضربه بحجارة شوف سعة الصدر في قضايا إحنا اليوم إذا ضربه بحجارة شي سووا به ضربه بحجارة واحد التفت لراح مالك الأشتر ما التفت التفت لواحد قال له لك من الذي فعلت قال واحد من ذلك ملابس مدري شون ملابسه وأنا ضربته بحجارة قال له تتعرف منه قال له منه قال هذا مالك الأشتر هذا مولي أن يستحى من فعله لأن يأذي الناس عادة ليأذي الناس هؤلاء يستحون من أفعالهم لكن يرتبون يرتبون أثر للخوف يقول لك نخاف من عنده هذا مسؤول باطل راح يسوينا كذا هذا مسؤول باطل يشتكى علي هذا مسؤول راح كذا هذا رتب أثر على الخوف قال لمالك الأشتر قال ركض وراها المهم سأل عنه لقى دخل بالمسجد فدخل لقى يصلي مو وقت الصلاة صلى ركحتين ونفتل وهذا الرجل نزل علي قال لا نعتذر عنده قال لي قال لي أنا أنا ضربتك ما تنتعرفك أنت حتى لو ما تعرفني ليش تضرب يعني يوم إذا أشوف لك واحد أجلكم الله مجنون أو كذا جوز لك من يجهز لك أنه تضرب أو شيء فقال لا لا عليك شوف ساعة الصدر وإحنا بالجدال ما نتحمل ساعة الصدر من مالك الأشتر يقول لي يقول لي لا عليك أنا ما كان عندي دخول إلى المسجد لكن دخلت المسجد لكي أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى في سبيل هدايتك أنا دخلت حتى وإحنا وين عندنا هذا أنا دخلت حتى أدعى الله ينتقم من عندك وهي مسألة جدال ما يحتاج بها كل هالأخذ والعطاء فالنتيجة نتيجة التعامل بالتي هي أحسن أنه نتيجتها المباشرة كأن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي هذه قاعدة أولى القاعدة الثانية المؤمن عندما يتعرض إلى إساءة من غيره فمن الواضح إن الحقش يقول لك يقول لك خذ الصاع بالصاع السن بالسن والعين والبادة والكيل بالكيل ولكن الأفضل من ذلك هو أن تكون محسن أن تترفع عن الإساءة أن تتعالى عن الإساءة أسائل إيه؟ أنا شكل هذا مالك العفو الأحنف الأحنف بن قيس كان رئيس تميم وبني تميم يقول كان عتم في مقولة يقول للكثرة ما لتم موجودين إذا غضبت عليك بن تميم رأيت الناس كلهم غضابة يعني مئة ألف سيف وراح يقول لكن يقول في يوم من الأيام واحد ما يعرفه لازمة من خوانيك ويسبي والأحنف ساكت يسبي والأحنف طبعاً هم ماشيين ويسمعه الكلام القاسي إلى أن وصل إلى مكان قال له يا هذا اكتفيت خلصت أنت قال له ترى هذا الحد بعد هذا الحد ترى فتيان الحي موجودين وإذا أشافوك تعالي ضربونك وأنا ما أريدك تنضر شوف القضية وين سعت الصدر واحد اليوم يسبيك وعادي ومرة واحدة ومرتين لكن يقول له إياك أسوب يقول له وعنك أعفو عنك أعفو شلون سموه هذا يقولون أكوفة خضية يقول حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هس القضية ممكن أن إذا الله العالم أنه في قضية أبو بكر أبو بكر يقول كان جالس هو واحد والرسول جالس خريب من عتم وإذا ذاك قاعد يسبب أبو بكر يعني قاعد يهين يقول كانوا جالسين يقول كان ساكت أبو بكر إلا أن بعد خليل رد علي أبو بكر يقول الرسول من شاف أبو بكر أنه رد على هذا الرجل يقول نفض عباته وقام قال له يا رسول الله أنه هذا قاعد يسبيه وانت شفتني أنا ما اعتديت عليه هو الاعتداء عليه قال ياها أبو بكر أنه كان شوف القضية أكوب عد غيبي للقضايا وأكوب عد شهودي القضية الغيبية يقول كان على رأسه ملكا يقول ولك مثلها يعني الملك هو يرد عنك هذا الحاجة ترى ما نحتيه مو معناته إحنا نقل اسكت ومشي الأمور إذا الإنسان يقدر يدفع بلته أحسن يعني أمور قضايا مو معناته ترى الله سبحانه وتعالى ما يقبل أنه الإنسان يذل نفسه ما يقبل أنه هي نفسه ما يقبل لكن أكو أمور فيها أنه شنو فيها ثمرة مرجوة من خلال التعامل الأحسن قال كان ملكا يرد عنك فلما ردت خل الملك وقال انتهت القضية أنت بعد ترد أنت رديت أنت ترد فعندما يتعرض المؤمن إلى إساءة من غيره فمن الواضح أن الحق يقول خذ الصاع بالصاع والكيل بالكيل ولكن الأفضل من ذلك هو أن تكون محسنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اللي يعفوه الله سبحانه وتعالى يرتب عليها أثر طبعا يقول لك أنه أنت إليك حق تأخذ حقك لكن إذا عفوت حتى في قضية القتل إذا عفوت الله سبحانه وتعالى يرتب أثر على هذا العفو إن شاء الله نكمل بعد هذه الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسمي محمد اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليته وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصلي على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخ رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلي على إمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين يا مولاي صاحب الزمان هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجار فأظفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك نسيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد عباد الله أوصيكم ونفسي بهذه الآية أوصيكم ونفسي بهذه الآية التي تقول أنه قل لعبادي يقول هي التي أحسن لأنها طريق إلى تكامل الإنسان أو أحد طرق التكامل للإنسان الإنسان المفروض الواعي أنه يسعى دائما وأبدا أن يكون كاملا أن يكون آدميا بمعنى الكلمة وهذه الآدمية كثير من الناس غافلين عنها أنا أذكر في مذكرات أحد الشهداء أنه في يوم الأيام قالوا له أنه قولوا لنا أو قل لنا دعاء على هذا الطعام نحن عادة نخفل بعض الأحيان إذا تخدمت مائدة للطعام مثلا غدا أو ريوق أو عشاء الإنسان عادة يخفل عن شكر النعمة هذه يعني شكر مباشر مثل ما يقول فيقول كنا نقول أنه اللهم طحر بطوننا من الشبهة والحرام اللهم نحمدك على هذا الطعام وإلى ما هناك إلا هذا الرجل فكان يقول شيء يقول يقول أنه اللهم اجعلنا آدميا الإنسان إذا صار آدميا التفت إلى قضية التكامل في شخصه قولوا للناس أفضل ما تحبون أن يقال لكم إذن القضية الثانية التي توقفت عندما يتعرض المؤمن إلى إساء القضية الثالثة أن يتعامل شوف مع الأدنى بالحسن عادة أكون إنسان تلقاه بالتعامل مع الغريب ملاك حقيقة في تعامله في أموره في سلوكه في تجارته في جداله لكن عندما يذهب إلى أهل بيته في بيته شوف القضية تنعكس وإذا مو هذا الإنسان اللي بالخارج كان عنده منطق معين كان عنده كلام معين كان عنده سلوك معين في البيت ينقلب هذا الإنسان بينما الله سبحانه وتعالى شي يريد من عندنا الريد يكون من عندنا في البيت نفس تعامل وزيد من ذلك لأن الأقربون أولى بالمعروف زوجتك محتاجة زوجك محتاج أنه يسمع الكلمة في الجدال في مسائل البيت في مسائل التصرف في البيت في مسائل التربية في مسائل كثيرة المفروض الزوج من يتعاملوا يا زوجت بالتي شنو أحسن والزوجة تتعامل مع زوجها بالتي هي أحسن تتعامل مع والديك بالتي هي أحسن هذا إلى في أثر أثر تربوي للأولاد وأولاد الأولاد في قضية هذا السلوك في قضية أولادك المفروض تتعاملوا ياهم بالتي هي أحسن وتبحث عن طرق إلي إيصال المفاهيم بالصورة الطيبة إليهم وإلا أنه أنا شنو نفع قضيتي أن أكون ذا سلوكا مع المجتمع طيب لكن أهل بيتي يضجون مني ضجيج ليش والله هناك إنه الناس ما تتحملك وهذول يتحملونك أنت الآن قاعدت تشحنها العائلة بالطاقة السلبية بطاقات كثيرة سلبية أنت راح تخرج من هذا البيت شو تخرجهم وتخرجهم على أساس هذا الجدال وعلى أساس هذا النهج من التربية وبالتالي أنه مع أهل بيتك مع وشوف أنه واحد من الذين دخلوا الإسلام ودخلوا التشيع في زمن الإمام جعفر بن محمد الصادق زكريا بن إبراهيم كان مسيحيا في الكوفة هذا الرجل الله سبحانه وتعالى فتح له الطريق وأسلم على يد الإمام الصادق عليه السلام كان عند أبوه أم موجودين لما رجع للبيت شافت أم لاحظت شوف إحنا هكذا يكون يعني هذه أخبر وصايا الله وصايا الرسل وصايا الأوصية أنه شافت نوع التعامل معها اختلف عما كان قابل هي عرفت بي أنه دخل الإسلام صار محمديا وإحنا هذا والله الكلمة هذه يحتاج لها توقف أنه أنت من دين محمد أنت محمديا فكونت ليق بهذه الحقيقة حقيقة محمد أن تسموه بنفسك فقالت لبني لتفتت هي بعد مدة لتفتت قالت لبني هذا التعامل ما كنت تعاملني بي قبل من كنت على دين شنو اللي خلاك إنه قالها أنا كنت عند رجل هكذا علمني قالت له هذا نبي قالها لا ولكنه ابن نبي حفيد نبي قالت للا نبي قالها لا ليس هناك نبي بعد نبينا قالت هذا الدين الذي دعاك للبر بي والتعامل الطيب أنت رغبتني فيه ما هذا رغبتني فيه بالتالي شوف انعكس بالتعامل مع والديه قالت له أعرض علي دينك يقول فعرضت عليها الدين فقبلته وتشحدت وماتت وهي مؤمنة هذا التعامل الطيب وقولوا للناس حزنة شيرد من عندك انت صلاتك بينك وبين الله صيامك بينك وبين الله حجك وبينك وبين الله نعم الصلاة اللي متعلقة بي شوف ما تقبل لكن أكو هذا التعامل مع الناس هذا الذي تتوقف عنده يوم القيامة وإلا إنه قضية عبادة باتر الله سبحانه وتعالى بينك وبين الله الله سبحانه وتعالى شيء يقوله مواردك تتهاون بيها بالعكس الله سبحانه وتعالى يري وقفك وقفوهم إنهم مسؤولون تعالوا وقفوا عندي وبالتالي أنه العبادة بينك وبين ربك إلهي أنت الرحيم أنت الرؤوف أما إذا تعلقت الحقوق في قضية كلمة قلتها وجرحت غيرك أما إذا فد موقف جرح غيرك هناك شي يقول في حديث وعزتي وجلالي لا يجوزني ظالم ما يروح من عند ظالم لازم يوقف ويدفع الضريبة ذنب غير مخفور شنو هذا الذنب الغير مخفور بينك وبين الناس هذا بينك وبين الناس يوقفوك ويقول لك تعالوا انصف فلان من فلان وفلان من فلان شنو هي محكمة والمحكمة شبيها بيها أنه تعال أخذ حقوق يترتب عليها أمور بالتالي الكلام والفعل والآذى توقف هناك واحد يأخذ من الثاني أنا أختم بهذه الرواية الرواية والله عجيبة حقيقة والإنسان المفروض يتفكر بها وكل إحنا المفروض يتفكر بها ونتوقف وإحنا بيوم جمعة أنه يقول يأتي بإنسان عليه حقوق يوقف أماظ الله سبحانه وتعالى الخصماء موجودين شعدكم يا هذا عدنا حقوق ما عنده الآن لا مال يقدر يدفع به ولا جاه يقدر عنده شيء أكو إنسان ممكن يبقى عنده شيء وتبقى رحمة الله لكن التعيس اللي ما يبقى عنده شيء خب هذا بحاجة إلى حسناته وعنده مشكلة السيئات يقول بعد شوية شيء يقول له لما يبقى عنده شيء وبعدها يقول جماعة خصماء واكفين يريد يأخذون حقهم شي يقولون شو تصور القضية وشنو القضية يقول خذوا من ذنوب هؤلاء وضعوها على ذنوب عجيب هذا الأمر يعني أنا بدل ما تخلص من ذنوب يجابوا لشنو ذنوب ثانية ذنوب غيري ما فعلتها وحطوها فعجيب هذا الأمر فقولوا للناس حسنا اخرجوا من هذه الدنيا بهذه الكيفية نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مصداقا لهذه الآية وقل العبادي يقول التي هي أحسن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في تعاملنا في سلوكنا في اجتماعياتنا في بيوتنا أنه مصداق لكلمة الله سبحانه وتعالى الحسنة وأن نتعامل بالحسنة وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته